تأملت في كويت الماضي فوجدت فيها اللآلئ والجمان واستعرضت بها المواقف الحسان التي برزت فيها القيم المثلى في أجمل بيان وألفيت دور التاجر الكويتي في بناء كويت الماضي بأمانته وصدقه وإخلاصه فأسميت برنامجي هذا التاجر الأسوة في كويت الماضي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم وأهلا وسهلا مع حلقات برنامجكم التاجر الأسوة في كويت الماضي حيث نقف في كل حلقة مع إشراقات جديدة للقيم الطيبة التي كانت تصدر من هذا التاجر الكويتي والله الحمد اليوم نقف عند إشراقة للتاجر محمد البرجس الذي يؤصل الثقة تربويا في التاجر الكويتي تلك الثقة التي هي في أبسط معانيها هي الاعتمان فيقال وثقة بفلان أي أتمنه وصدقه فهو واثق به خلاصة القصة التي يرويها للتاجر أحمد محمد البرجس ابنه قائلا كنت صغيرا وقد أحب الوالد أن يزرع فيي الثقة ويريد أن أكتسب الثقة أتيته يوما من الأيام وهنا أشرح خلفية هذه القصة وقلت له يا والدي تقد تعلمت منك الكثير ولله الحمد أردت أن أستقل بعملي الخاص وأكتسب الثقة كما كسبتها لما أردت أن أستقل بعملي الخاص واستأجرت محلا بالسوق ذهبت والدي رحمه الله في منزل الأسرة وأبلغته أنني ولله الحمد واقتداعا به أجرت هذا المحل وبينما أنا كذلك وفجأة من حيث كان الحديث أمرني والدي بإحضار كأس من الماء أحضرت الكأس من الماء فجأة ودون مقدمات ألقى بالكأس على الأرض فانكسر في الفناء وتناثرت أجزاءه زجاجية فطلب مني أن أرعيد له الكأس وأرجع له الكأس قال يا ولدي أعطني القلاس مرة ثانية فانبهرت وقلت له يا والدي وكيف أجمعه وقد تناثرت أجزاءه زجاجية قال يا ولدي هذه سمعة التاجر وهذه سمعتك إذا عزمت تفتح المحل فابدأ من كسب ثقة عملائك فإذا التجار الآخرين وزبائنك والعملاء فقدوا يوم من الأيام الثقة فإنها لن تعود من جديد كما كانت فهذه القصة منذ عشرات السنين وأنا في بداية شبابي ومحاولة عمل التجاري المستقل كانت عالقة في ذهني ومحفورة في مخيلتي وذاكرتي وكانت ولله الحمد نبراسا للحفاظ على الثقة مهما كانت التضحيات ومهما كانت الفرصة التي تفوتني إنما أنا أكون حريص على هذه السمعة فكان فعلا ما نسميه في عالم التربية الموقف التربوي أو ما نسميه التربية بالموقف على صعيد آخر نقف عند التاجران من عسرة الخالد والشايع اللذاني وأصيلان أهمية السمعة الحسن للتاجر الكويتي كيف لا وقد اهتم الإسلام اللذاني استهداء بهديه أهمية بالغة بالسمعة الحسنة وحرص عليها لأنها عنوان المؤمن الحقيقي وليس أدل على ذلك من أهمية السمعة الحسنة أن أنبياء الله جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا أصحاب سمعة حسنة في أقوامهم وبين عشيرتهم وكيف لا وقد ورد على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين وفي الحوار الذي كان دائرا بين أبي سفيان وهرقل خير دليل على سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيها بالتجارة فقال لتجارة خديجة بنت خويلد قال فيها أبو سفيان وكفار قريش فأتوهوهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه وأنه سأله أيضا ماذا يأمركم قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق وهنا محل الشاهد والعفاف والصلاة وهكذا كانت شهادة أبي سفيان وهو أيامها ما كان ما زال على الكفر قبل أن يسلم أقول وبالله التوفيق التاجر خالد الزيد الخالد والتاجر عبد العزيز محمد الحمود الشايع حدثت لهما حادثة في مستهل عملهم التجاري يقول العم عبد العزيز محمد الحمود الشايع في كتابه من أصداء الذاكرة والتي لازلت أشكره على توثيقه وأقول أنه قدوة حسنة للتجار الكويتيين الذين وثقوا تجارتهم ولذلك قد نلاحظ استشهادات كثيرة في برنامجنا هذا من هذا الكتاب لأنه فعلا يمثل قدوة حسنة في توثيق التجارب الإيجابية الرائعة يقول عندما كنت صغيرا وفي بدايات عملي بعت قماشا لأحد محلات تجزئة الأغمشة أغمشة النساء بالذات وبعد عدة أيام رفض المشتري استلام البضاعة مدعيا أنها تختلف عما تم الاتفاق عليه في ورقة سند البيع وهذا بصراحة خلاف الواقع فاتفقنا أن نذهب إلى محكم لأنني لم أوافقه على ذلك وكان المحكم هو التاجر خالد الزيد الخالد رحمه الله فما كان من التاجر خالد الزيد الخالد إلا أن صرف المشتري وقاله اذهب وتوكل على الله وأنا سأكمل الحديث مع عبد العزيز الشائع يقول شوفوا الحكمة يا أخواني وخواتي وشوفوا الطريقة التي عالج فيها هذا المحكم يسمون السالفة خالد الزيد الخالد يقول لعبد العزيز الشائع وهو شاب صغير يقول له يا ابني لو كان هذا الموضوع يعرف عننا والدك يقصد محمد الحمود الشائع لما قبل أن تأتي إلي للتحكيم فالشائع يا ابني عائلة كبيرة عائلتك عائلة عريقة في التجارة ليس هذا أسلوبهم في العمل عندما يختلفون لا يأتون إلى التحكيم ويشترون سمعتهم والدك لا يقبل أن يضغط على المشتري إذا كان لا يرغب في إتمام الشراء وحتى إن كنت محقا طالما أنه أعاد إليك أموالك بالتالي أنصحك يا أولدي حتى لو كان لديك الحق أن تتنازل عنه وتأخذ مالك والله يعوذك في بيع أخرى ولا تتخاصم أبدا مع مشتري أبدا سمعتك هي راس مالك يا أولدي هنا نقف بصراحة عند هذه الحكمة وكيف ركزنا في هذه الحلقة في بدايتها مع التاجر محمد البرجس فيما رواه ابنه أحمد محمد البرجس ومع خالد الزيد الخالد فيما يرويه عبد العزيز الشايع وإن غاب محمد الحمود الشايع لكن كان خالد الزيد الخالد بمثابة والده وفي حكم والده فينصحه وبالتالي فعلا كانت مدرسة وإن كانت عفوية وتتمثل بأفراد لكن والله كانت مدارس تربوية فيها القيم وفيها كثير من الإشراقات التي تكلمنا عنها حتى في حياتنا اليومية في كليات الإدارة وكليات التجارة والعلوم الإدارية لا تخرج مثل هذا الجيل الذي أثرت فيه كثير من المؤثرات في حياتنا اليوم فلله الحمد كل ما تكلمنا عنه من قيم لم يكن إلا نابعا من حسن التربية ومن النشأة الطيبة ومن العفوية التي كان يمارسها التاجر الكويتي دون أن يتلقى هذه العلوم الإدارية الكثيرة إخواني وأخواتي في الجعب الكثير وكلامي في الكويتيين مجروح لأني منهم وكلامي في المحسنين المجروح لأني أحبهم ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأنني والله لا أبتغي من هذا إلا فعلا ذكر المحاسن التي نتحرى فيها الأجر العظيم تمثلا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم دعنا نلتقي في الحلقة القادمة مع إشراقة أخرى من إشراقات التاجر الكويتي وهو التاجر الأسوى في كويت الماضي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى